كيف تنجح في الاختبار مهم جدا من يعرف كيف تنجح في هذا الاختبار الآن قلنا النعمة ابتلاء إذن عرفنا هذا إذن كيف نخرج من هذا الابتلاء والامتحان بالنجاح يقول والله أعلم تخرج من هذا الابتلاء بأمرين الأول قبل أن تأتي النعمة والثاني بعد أن تأتي النعمة قبل أن تأتي النعمة يمشي بعض الناس في الطريق هذا الجوال يدق يمشي بعض الناس في الطريق ويرى القصور العمائر متاع الدنيا فماذا يفكر في الغالب يفكر يقول لو يتعرف عليه الأمير أو الرئيس أو الوزير أو التاجر أو الملياردير ويقول أنت حبيبي وخذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت أو يعطيني شيء مفتوح صح أكثر الناس على هذا صحيح أو لا أي نعم الجنة تطلب من من لماذا لماذا تطلب من الله ولا تطلب من غيره لأن لا أحد يقدر على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى إذن طيب الرزق يطلب من 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 الله وتوكل على الحي الذي لا يموت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتقوا عند الله الرزق لا عند غيره واعبدوه واشكروا له إذن قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق لا بالحكام ولا بالرؤساء ولا بالأمراء ولا بالتجار بعض الناس يقول ماذا صنع لنا العلماء واشترد منهم بشر أين حكام العرب واشترد منهم أين العروبة أين أهل الخليج أين كذا أين كذا أين كذا هذا قبل النعمة تأتي بعد أن تأتي النعمة الآن أنعم الله بها عليك ماذا تصنع تشكر هذه النعمة كيف تشكر النعم بعد أن تأتي بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله باللسان وأما بنعمة ربك فحدث هذا من فضل ربي الحمد لله نعم بالجوارح تصرف هذه النعم في شكر المنعم المتفضل نعمة العلم أن تبذل هذا العلم نعمة المال ينفق في طاعة الله لا في معصيته